حيكم الله مشاهدنا ومتابعينا في الفقرة النقاشية لهذا اليوم وسنتحدث فيها عن أهمية العلاج النفسي الجماعي وكيفية تطبيقه إذن الجميع يعلم أن الصحة العقلية والعاطفية أمران حيويا في حياتنا اليومية لكن البعض قد يواجه تحديات وضغوطات تؤثر على صحته النفسية وجودته في التعامل مع الحياة من ما قد يصعب عليه الحفاظ على استقرارهما تماما لذا اليوم سنتحدث عن هذا الموضوع بشكل موسع وهو من المواضيع التي تهم الكثير من الناس ويحمل الكثير من الفائدة الصحية والنفسية هو العلاج النفسي الجماعي ما هو هذا العلاج؟ ما هي فوائده؟ كيفية تطبيقه حتى في حياتنا اليومية لتعزيز صحتنا النفسية وتعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية والأسرية؟ ما مدى حتى تقبل الناس لهذا النوع من العلاج؟ لمعرفة الإجابة كل هذه التساؤلات سينضم لنا عبر الأخمار الصناعية الدكتور مهيوب المخلافي وهو طبيب نفسي أهلا وسهلا فيك يا دكتور مهيوب صباح الخير يا أهلا وسهلا يا صباح النور والعافية يا حيا ومرحب حيا ومرحبا فيك دكتور مهيوب في البداية قد لا يسمع البعض بالعلاج النفسي الجماعي فهل بالإمكان أن توضح لنا هذا المفهوم؟ وأيضا تخبرنا ما هو وأهدافه الرئيسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بزميلي حميار وسونيا أيضا أرحبكم أجمل ترحيب وأرحب بالمستمعي الكرام لإذاعة يمن شباب لقناة يمن شباب أولا من حيث تعريف العلاق الجماعي حقيقة يطلق عليه قروب ثربي الذي هي العلاق الجماعي عندما نتحدث عن هذا الموضوع الذي هو موضوع من أهم المواضيع الشيقة إلا أنه يحتاج له إلى وقت أوسع ونحن في وقت ضيق 15 دقيقة لا تكفي لمناقشة هذا الموضوع الذي يحتاج له إلى وقت كبير دعونا نأتي إلى ما يسمى بتعريف العلاق الجماعي هو أحد الأنماط النفسية الجماعية التي ينخرط فيها مجموعة من الأفراد قد يصل عددهم من 4 إلى 6 أو من 6 إلى 12 يعانون من نفس المشكلة بهدف يهدف البرنامج إلى مساعدتهم لبعضهم البعض في الخروج من المشكلة التي يعانون منها بأقل الخسائر هذا من قانب تعريف ما يسمى بالعلاج الجماعي إذا دخلنا في أهداف العلاق النفسية الجماعي لدينا مجموعة من الأهداف التي لا بد أن نقف عليها من أهم أهداف العلاق النفسية الجماعي هو تقديم الدعم في أقل المواقف التي يحتاج إليها الفرد أيضا من أهدافه تعليم المهارات الأساسية للتغلب على الأحداث النفسية أيضا من أهدافه تعديل السلوك السلبي الضاغط أيضا من أهدافه التحسين العلاقة بين الأفراد المشتركين في نفس الموقف أيضا من أهدافه التعامل مع الحياة بأقل الخسائر النفسية هذا عندما نتحدث عن ما يسمى بأهداف العلاق الجماعي أيضا من أهداف العلاق الجماعي التي يهدف إليها هي إخراج الفرد أو مجموعة الأفراد من الحالة التي يعانوا منها إلى حالة الإنبساطية التي هم كانوا عليها قبل الصدمة أو قبل الحادث أو قبل الحالة التي هم عليها يعني خلينا أقول دكتور أن نفهم منك أن هذا العلاج يتسم عادة للأشخاص الذين مروا بنفس التجارب المماثلة السيئة كتجارب الحرب كتجارب حتى متابعة الأخبار لأنه اللي حاصل في غزة الكثير من الظروف إذن النفسية السيئة كلنا ربما بشكل جمعي اجتمعنا فيها بطريقة أو بأخرى فحب أعرف منك يعني ما هي أبرز الإطرابات النفسية الناتجة عن الحرب والتي يمكن إذن دكتور معالجتها بهذا النوع من العلاج النفسي الجماعي وما هي العوامل التي يجب مراعاتها أيضا عند تنظيم هذه الجلسات حقيقة عندما نقول ما هي أبرز الإطرابات النفسية التي تحدث حقيقة دعني أعود إلى نقطة مهمة هذا العلاج الجماعي يعني ظهر بعد الحرب العالمية الثانية كان ظهوره لسبب واحد هي قلة المعالجين النفسيين وعند ذلك لقى فرويد ومدرسته السلوكية والمعرفية إلى إيقاد هذا النوع من العلاج الجماعي وعندما نتحدث عن أبرز الإطرابات النفسية التي يعالجها العلاج الجماعي من أبرز هذه الإطرابات هو الرهاب بأنواع مختلفة ثم إطراب كرب ما بعد الصدمة ثم بعد ذلك تعاطي المخدرات ثم بعد ذلك إطراب القهم العصابي ثم يعالج الاكتئاب والقلق والهلع ثم بعد ذلك من أبرز أيضا الإطرابات قصور الانتباه وفرط الحركة ثم المرض المزمن نحن اليوم نعاني من ما يسمى الدخول في أبرز هذه الإطرابات مع الحرب التي تدور في المجتمعات العربية ككل حرب تدور في اليمن حرب تدور في غزة فلسطين حروب كثيرة هذه الحروب أوصلت الإنسان إلى أنه لابد من القيام بالعمل أو العلاق الجماعي الذي هو نحن اليوم في أمس الحاجة إليه أيضا ما هي العوامل التي يجب مراعتها عند تطبيق هذه القلسات لدينا مجموعة من العوامل التي يجب أن نمارسها أو يجب أن التعامل معها في حالة ظهور هذه الاضطرابات أولا لابد من تحديد المجاميع المتقانسة في العمر والقنس هذه أهم العوامل التي يجب مراعاتها ثم مجموعة الأشخاص البينية أو التشخيص البيني الذي موجود عند هذا الشخص وعند هذا الشخص الآخر مجموعة التي هي المجموعة المتشابهة المجموعة المتشابهة في المرض الموحد ثم مجموعة الدعم النفسي كل هذه العوامل تحتاج أولا إلى دراسة الحالة ثم أيضا تحليل المقاييس النفسية التي وضعت في جانب العوامل المتشابهة ثم بعد ذلك بدء القلسات النفسية ثم تحديد الزمان والمكان وأيضا قبل هذا كله لابد من إيقاد العوامل المتشابهة بين المجموعة الأقران مثلا ما يدور في اليمن اليوم من حروب ما هي المجموعات المتشابهة الموجودة مثلا معنا مجموعة متشابهة التي هو الحزن مجموعة متشابهة في القلق مجموعة متشابهة في الاكتئاب مجموعة متشابهة في كرب ما بعد الصدمة التي هي البتر والقتل وفقدان العائل إلى غير ذلك من هذه العوامل التي نحن في أمس الحاجة إلى العلاق الجماعي هنا معنا سؤال مهم لا يطرح نفسه في الوقت الحالي الذي نحن فيه أو الوقت الحاضر الذي نحن فيه هل يمكن أن نستخدم العلاق الجماعي التقليدي والعمل به في غرفة مستقلة بذاتها أم هل يمكن أن نستخدم الانترنت وإستخدام القنوات الجماعية أو ما نسميها بالتواصل الاجتماعي والعمل عليها نحن في أمس الحاجة اليوم إلى القلسات النفسية الجماعية التقليدية في حالة وجود مجموعة متشابهة قريبة أو كنواتق الحرب في اليمن كنواتق الحرب في غزة كنواتق الحرب في العراق كنواتق الحرب في سوريا وأما القوانب التقنية التي نحتاج إليها اليوم في عامل ما يسمى بالقروب الثرابي عن طريق الانترنت أو عن طريق الالاين نحتاجها ولكننا نحتاجها يعني عند الناس الذي لديهم عامل من الاسترخاء والرفاة النفسي والإطمئنان النفسي والمعالجات البسيطة وكليهما يشتغلان معا جنبا لجنب إذن دكتور كلام جميل كل الذي حكيته قبل أن نستكمل باقي محاورنا لهذه الفقرة النقاشية معنا استطلاع من تعز قامت به الزميلة هناء الجمال نتابعه إحنا وياك دكتور والاستطلاع حول أهمية العلاج النفسي الجماعي ثم نعود لاستكمال باقي محاورنا العلاج النفسي الجماعي هو نوع من أنواع العلاج النفسي يتم تقديمه لمجموعة من الأشخاص اللي يعانوا من المشكلات النفسية في نفس الوقت وتوفير رعاية كافية لهم فما وعي المجتمع بأهمية العلاج النفسي الجماعي العلاج الجماعي يعني يكون لأكثر من شخص قد يكون لسبعة أشخاص لت 15 شخص 12 شخص فتخرجهم من المشكلة تشوف إيش مشكلتهم ثم تقدم الحلول المناسبة للخروج من المشكلة نفسها طبعا نحن نقول أنه لازالة لحد اليوم هذا اليومنا هذا العلاج النفسي الجماعي والفردي كمان في اليمن مش متقبله المجتمع المجتمع مش قبله كما يهاجم كثيرا من قبل الأطباء النفسانيين حول العلاج والكلام متى يشعر الشخص أنه بحاجة لعلاج نفسي جماعي؟ كل شخص يحتاج إلى علاج نفسي لأن نحن نعاني من أمراض نفسية موجودة وخاصة أثناء الحرب الآن هو كاتم على أنفسنا والوضع الاقتصالي برضو متراكم علينا برضو نحتاج إلى من يمدلنا يد العنكا نفسيا أو ماديا حتى نحن نعاني الأمرين أولا نعاني الذي هو المرض النفسي الذي مش ممكن تظهر عليها الأعراض ولكن يبقى الإنسان فيما بينه وبين ما يحاول تظهر أعراضه أو حتى ممكن يكلم إنسان لماذا الشخص يشعر بخزي أو بعيب أنه يتعالق نفسيا أو يتطرق للعلاج النفسي؟ كلنا نعرف أن المرض النفسي يعتبر وصمة عار في جبين الأسرة ولهذا الناس تخشى أن يقولوا فلان بم فلان عنده مرض نفسي بالنسبة للعلاج الجماعي بالمجتمع المجتمع نفسه مش مهتم حتى في العلاق الفردي مش إلا الجماعي المجتمع هنا يقف حائل بين هؤلاء المرضى من العادات والتقاليد أصبحت حتى المريض إذا عنده مرض يشتيذها بلا الطبيب أو يتعالق يصبح هذا عايق له عند المجتمع يعيروه أو يعيبوه أو ينظروا له بالناقص أيضا كذلك والقصور المرض النفسي الجماعي هل هناك اهتمام من المجتمع ووعي بأهمية العلاق النفسي بشكل عام؟ أبني عسكري بحقق قنبوا صحابه أرتبش تمام؟ منكثرة المعارك أرتبش والثاني أرتبش نزلنا له هنا حين ندلوا علاق وحين رقدنا هنا شارم ذيت هذا وحين واليوم منذ وقت ندقوا الثالث قاو نزلنا بقار ببت بكله يعني فرودة كلنا في توعية جماعية ينزل مثلا المدارس ينزلوا حتى خطوا بالقوامع عقل حارات يعملوا له معنى توعية مجتمعية يحدث العلاج النفسي الجماعي في وجود مختص أو استشاري ولكن ما زالت ثقافة العلاج النفسي بشكل عام والعلاج النفسي الجماعي بشكل خاص غير مفعلة في أوسط المجتمع اليمن لبرنامج صباحكم أجمل هنا جمال يعطيك ألف عافية الزميل هنا جمال على هذا الاستطلاع بالعودة إليك دكتور مهيوب كما شاهدنا أرى الناس حول أهمية العلاج النفسي الجماعي مش متوفر باليوم خصوصا أنه في أشخاص يربطوا المرض النفسي أو العلاج النفسي أنه أنا مقنون نفسيا فيستحي أنه يروح يتعالج أو يفسح أنه متعب نفسيا برأيك دكتور ما هي فوائد العلاج النفسي الجماعي على المستوى الشخصي وأيضا الاجتماعي حقيقة فوائد العلاج النفسي الجماعي تعود إلى هي ذات أهمية بالغة من فوائد العلاج النفسي الجماعي أنها تحدث تغيير نفسي سريع عند الفرد هذه واحدة من أهم الفوائد من أهم الفوائد في العلاج الجماعي أنه يبدأ كل شخص بعامل إكساب القيادة والقدرة الذاتية لإخراج نفسه من هذا المرض الذي يعاني منه إلى حيز التعافي من أهم فوائد العلاج النفسي يساعد على تنمية المشاعر والأحاسيس من أيضا فوائد العلاج النفسي يتيح لكل فرد في المجموعة دور القيادة أو دور القدرة من أهم فوائد العلاج النفسي الجماعي تتيح للمعالج الملاحظة المقننة والآنية أيضا يتيح لكل فرد في المجموعة الكشف عن قدراته وعن القدرات العقلية والقدرات المعرفية التي غابت عنه ثم بالعلاق الجماعي عادت إلى حيز الوجود لتظهر كعمل جماعي بيني متسم بالقدرة العقلية التي اكتسبها من الشخص الآخر أو الشخص الآخر اكتسبه منه وهذه هي الفوائد الجماعي التي تجعل العلاج الجماعي ناجحا ومفيدا وأسرع من العلاج الفردي تماما دكتور الله أعطيك العافية دكتور مثلما حضرتك نواهت من البداية للأسف الموضوع طويل جدا ويحتاج إلى وقت أطول ولكن للأسف احنا تقريبا خلص وقت الفقرة ولكن حاب نختم معك أيضا الناس الذين لا يشعرون بالارتياح لما نقول احنا في مجتمع ما عندوش وعي بهمية العلاج النفسي فتخيل لما تقوله تعال تعالج أمام مجموعة في الناس اللي بيشعر بعدم الارتياح في فكرة أنه يدخل يشارك في عملية علاج جمعي كيف ممكن يتغلب على هذه الأحاسيس وهو بيكون للأسف ختام هذه الفقرة يا دكتور حقيقة يشعر بعض الناس بعدم الارتياح لهذه المجموعة يعني أو للعلاج الجماعي قد كثير من الناس لا يرتاح للعلاج الفردي أو للعلاج العضوي خاصة في المجتمعات اليمنية التي مثل هذه المواضيع لا يفهمها هي موجودة وبشكل بسيط في مجموعة المثقفين أما العامة فيقول لك أنت الآن تلعب أو أنت الآن تتهاب يعني باللفظة البلدية اليمنية أنت تتهاب للآن علي عندما تقوم تعملي عملية استرخاء ولكن حقيقة في البداية يشعر بالتذمر ويشعر بعدم الرغبة لكن مع الأيام عندما يقوم المعالج بالعامل المصارحة أو عامل توضيح الأهداف وتوضيح القواعد وتوضيح المخرجات النهائية التي سيخرج بها المريض أو المصاب بالحالة النفسية بعد ذلك يتقبلها المجتمع ويحدث معامل التكيف ويبدأ بعامل الاستجابة الأولية ثم الاستجابة الثانوية ثم بعد ذلك عامل الإغلاق وعامل ما يسمى قد يكون بعد ذلك هذا الذي حدث نوع من أنواع التوتر وعدم الرغبة قد يكون بعد ذلك هو مرشد نفسي أو معالج نفسي يقدم الخدمة للآخرين يعني بعد أن يستوعب الفكرة ويحدث ما يسمى بالتعافي السريع ولذلك التعافي السريع في العلاق القماعي أسرع وأكفأ من العلاق الفردي فالعلاق القماعي ينظر للآخر ويقلد ويستقيب ومثير شرطي واستجابة شرطية يحدث من الآخر والقانب البيني لكن في العلاق الفردي ومعالج مع مرشد مع مسترشد أو معالج مع مريض فتكون الاستجابة بطيئة وقد تكون الاستجابة أيضا ذات طابع كلاسيكي معين لا يحدث فيه أي نوع من أنواع الاستجابات السريعة إذن شكرا جزيلا لك دكتور مهيوب المخلافي وأنت طبيب نفسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية بهذا الموضوع شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات شكرا جزيلا لكم ودنتم بخير وعافية دنتم بخير دكتور مهيوب شكرا جزيلا لك